بصي اول حاجة هنستخدم الازازة بتاعة الماية هنحط معلقة من الماية والماية لازم تبقى من الحنفية مش لازم تبقى سخنة ولا متلاجة مية من الحنفية معلقة نسكا فيه ونسكا فيه بقى سادة كلاسيك مش ميكسات لكوفي ميكس ولا تلاتة في واحد ولا الكلام ده لازم تحط شوية سكر حتى لما بتشربش سكر وتقفل الازازة وتبدأ ان انت تتركي الراجل ما بياخدش وقت كبير خالص هو بس اول ما تلاقي ان الفوم ملأ الازاز زي ما انت شافة كده خلاص كده الفوم يت عمل والازازة لما بتبقى ازازة الماية مش ازازة ناشفة يعني متستخدميش ازازة البابسي او الحاجات دي لأ ازازة ازازة الماية عشان بتبقى طرية بتعرفي تضغطي عليها كده وتعرفي تنزلي الفوم هتنزلي الفوم في الكوباية وتعملي بقى ايس كوفي تعملي بقى نسكا فيه سخن زي ما تحبي انا هنا حطيت لبن سخن ونزلت على الرغوة بلبن سخن وخلاص بقى احلى نسكا فيه تاني حاجة ممكن نستخدم اي برطمان ازاز لو انت متضايقة من البلاستي مش عايزة تخدميه وحاس انهم السحي اي برطمان او بطرمان زي ما بتقولوها ونحط معلقة من النسكا فيه معلقة من المياه من حانفية معلقة من السكر ونرق ونقفل ونرق كويس قوي البرطمان ده ممكن نستخدم فيه مياه لبن سخن او لبن ساقع بيعمل الرغوة للاتنين يعني انت لو عايزة تعملي رغوة للبن بيعمل للاتنين انا هنا عملت به ايس كوفي نزلت بالرغوة بتاعة النسكا فيه وتلج وبعد كده عملت رغوة للبن ونزلت برغوة الل أو باللبن السائع اللي عامل رغوة على النسكافية بقى أسهل آيس كوفي في الدنيا أهو مفيش أسهل من كده شايفين تاني حاجة بقى الشلمو هنعمل الشلمو هنقصها كده بمقص هنعملها زي رجل كاتكوت كده شايفين رجل كاتكوت بيبقى ليها تلاتة كده أهو إحنا عملناها كده قصناها وعملناها وحطنا معلقة من النسكافية معلقة من المياه معلقة من السكر السكر وحاول تقليل المياه بقدر الإمكان وهتحركي الشلمو بين إيديك كده هتفضلي إيه تدعكيها كده بين إيديك بحيث أن هي تلف بين إيديك اللي اتنين كده لحد ما تلفه وتعملك الرغوة دي مفيش أسهل من كده ما بتاخدش برضو وقت خالص خالص الرغوة دي بقى تستخدميها لآيس كوفي أو تستخدميها النسكافية سخن عايزة آيس كوفي حطي تلج ولبن سائع عايزة آآ آآ نسكافية سخن حطي لبن سخن وادي بيبقى شكله شكل الرغوة وشكلها عامل كده تاني حاجة بقى أو رابع حاجة الكوفي بريس سألتوني عليه كتير قوي الكوفي بريس موجود في كل محلات أدوات لمطبخ اسمه كوفي بريس بيبقى شكله كده بيبقى قب إزاز وحواليه إما استلس أو بلاستيك بيبقى في شبكة زي ما انتوا شايفين كده الشبكة دي هي اللي بتعمل الرغوة شكرا للمشاهدة